ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وزخات من المطر في شرق المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام ويكون التقس لطيفا إلى باردة نسبية نهارا في أغلب المناطق مع ظهور بعض الصحب المتفرقة ويحتمل هطوط زخات من الأمطار على أجزاء من شرق المملكة والتي قد تصحب بحدوث الرعد أحيانا وتكون رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة أما خلال ساعات الليل فيسود طقس بارد في مختلف مناطق المملكة ويحتمل تشكل الضباب في ساعات متأخرة من الليل مع ساعات الصباح من يوم الجمعة على أجزاء من البادية الشرقية وننبه على إثر ذلك من تدني مدرعي الأفقية في بعض المناطق الصحراوية ويشمل ذلك طريق الصفاور ويشد والمعبر الحدودي المؤدي إلى العراق نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم أن مزيدنا المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري